بحث وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتارش التطورات في قطاع غزة والتصعيد الذي تشهده المنطقة نتيجة تداعيات الحرب الجارية وخلال الاتصال اطلع عبد العاطي الأمين العام على محصلة الاتصالات التي تقوم بها مصر لنزع فتيل التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بشكل يهدد استقرار المنطقة وسلامة شعوبها وكذا جهود الوساطة المصرية الأمريكية القطرية لوقف الحرب بصورة عاجلة من جانبه ثمن جوتارش الجهود المصرية الدأوبة للتوصل إلى وقف لإطاق النار في قطاع غزة مؤكدا على دعم المنظمة الأممية الكامل لتلك المساعي التي تستهدف رفع المعنى الإنسانية الكارثية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني هذا وتوافق الجانبان على أهمية التوصل إلى صفقة بشكل عاجل يتم بموجبها الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرة والمحتجزين